موسيقى السلام عليكم أعزائنا طلبة الصف الثالث المتوسط نحن وإياكم نستكمل ما بدأناه بالدرس السابق اللي هو كان تحليل المقدار باستخدام المربع الكامل هذا موضوع تكميلي اللي هو عدي مربع كامل هنا بس هذا المربع رح يكون المقدار فاقد أحد الحدود فأنا رح أستخدم قانون المربع الكامل اللي بكرناه بالدرس السابق حتى أجد الحد المفقود إذن هنا عدي حدودية أيضا متكونة مقدار متكون من ثلاث حدود هذا رح يعتبر حد أول وهذا رح يكون الحد الوسط وهذا رح يكون الحد الثالث أو الحد الأخير هم كذلك أنا رح أطيك هنا حدودي مقدار ناقص أحد الحدود يا إما رح يكون ناقص الأول أو الثاني أو الثالث الشون نطلع حين نطلعها باستخدام قانون البي اكس اللي هو قانون تابع للمربع الكامل أكتب الحد المفقود في المقدار هنا من طين المقدار جبري متكون من ثلاثة حدود ليصبح مربعا كامل يعني هنا بس رح أوجد الحد المجهول اللي هنا المجهول رح أشوفه الوسط بما إنه الوسط مجهول ده يقول لي بعد ما تطلعه رح يتشكل لك مربع كامل حلله يريد أحلله إحنا تعلمنا طريقة التحليل بالدرس السابق اللي هي كانت طريقة التحليل نفتح قوسه عليه تربيع يحمل إشارة الحد الأوسط وإحنا مثلا إشارة الحد الأوسط هنا عندي سالبة فرح تكون هنا هيحمل القوس الإشارة السالبة وأجذر الحد الأول والحد الأخير إلا إحنا أول ما نبلش إحنا لازم نجد الحد المفقود أنا لاحظت بسؤال يا حد عدي مفقود الحد الوسط من أي قانون أطلعه من قانون الحد الأوسط زين إذا كان مو الحد الأوسط مجهول هم من نفس القانون يطلع اللي هو قانون بي أكس يساوي موجب سالب اثنين تحت الجذر أي أكس تربيع هنا أقصد بالأي أكس تربيع عن الحد اللي يحمل أكس تربيع في سي الحد المطلق طبعا القانون يحمل موجب أم سالب لكن بالحد المفقود أنا ما رح أستخدم الموجب وسالب لأن هو رح يكون منطل إشارة فما يحتاج تستخدمها بالحد المفقود فقط اللي هو السؤال يحمل إشارة موجب أم سالب العفو المنطوق مالة المقدار بس أنا بالحد المفقود ما رح أستخدمها هنا الخطوة البعض هي تجي تعوض كل حد هذا البي أكس يعني الحد الوسط الحد الوسط هالموجود لا فرح ينزل نفسه الاثنين ما قانون تنزل هنا اش دائعني بالأي أكس تربيع الحد اللي يحمل أكس تربيع اللي هو الحد الأول هنا 25 أكس تربيع والسي الحد المطلق اللي رح يكون 49 الخطوة البعضها نستخرج الأرقام من تحت الجذر 25 أكس تربيع تطلع 5 أكس وال49 تطلع 7 الخطوة البعضها نضرب 2 في 5 10 في 7 70 أكس من هو هذا السبعين أكس هذا هو الحد المفقود اللي إهنان عندي الحد الوسط إذن رح أقول للبي أكس الحد الوسط طلع لي 70 يقول بعد ما تطلعين الحد الوسط تعالي حلليه فأحلله عن طريق ما تعلمناه بالدرس السابق نفتح قاوس عليه تربيع يحمل لي إشارة الحد الوسط اللي هنا إشارة الوسط السالبة جذر الحد الأول 25 خمسة والأكس تربيع أكس وال49 تنجذر 7 هذا هو ناتج تحليل الفرق بينه ناتج تحليل المربع الكامل طبعا هذا هنا سيقوم ينطيني عدة أسئلة سؤال من عدهن الحد الوسط مفقود اللي هسه عرفنا شون نستخرجه سؤال بعده رح أخذ الحد الأول يكون مفقود السؤال الآخر الأخير كلها بنفس هذا القانون تخلي هذا القانون وبعدها تجي تطبق به كل حد هنا هسه نجي هنا همدي يقول لي أكتب الحد المفقود لاحظت أن الحد المفقود هنا الحد الأول هم كذلك من قانون البي أكس نفسه حتى وأنه مو الحد الوسط مفقود بس نستخدم نفس القانون قلنا بدون إشارات فرأسنا رح أخلي ثنين الحد اللي يحمل أكس تربيع أو الحد الأول في المطلق هنا هسه لو ألاحظ البي أكس الحد الوسط موجود عدي إذن رح نخلى ثمانية أكس الثنين والس قانون تنزل الأي أكس تربيع الحد الأول نفسه هنا أنا مرتبة اللي هي نفسه الأي أكس تربيع رح تبقى مجهولة هو الحد الأول اللي دا يحمل أكس تربيع اللي قيته ما موجود عدي هو مفقود السي هنا أنا السي من طين السي بالسؤال 16 إذن تنزل 16 هسه الثمانية أكس هننزلها الثنين ننزلها هنا هذا أرقام بسيطة تقدر تخليها هيك بس من نشوف أرقام شوية كبيرة تخلص من هاي الثنين عن طريق القسمة هنا لو تلاحظوا الأي أكس تربيع هذا مجهول المجهول ما يطلع من تحت الجذر فأنا نزلته كما هو الـ 16 طلعت عندي من تحت الجذر تطلع أربعة فأنت مني شوف مجهول نزله لأن المجهول ما يطلع من تحت الجذر هسه هنا أنا بعدها نجي نضرب لثمانية أكس تنزل نضرب اثنين في أربعة ثمانية في هذا المجهول هو والجذر أي أكس تربيع هسه أنا هنا أريد أطلع أي أكس تربيع اللي هو الحد الأول اللي الحد دي يحمل لي أكس تربيع مفقود أريد أطلع واحدة بينما عدي لثمانية شون نتخلص من الثمانية حتى يبقالي بس الحد نقسم المعادلة على الثمانية فإهنا من حقسم على الثمانية هاي الثمانية حتروح هي بقالي بس الأكس نعم إهنا نعم الثمانية راحت بقالي جذر أي أكس تربيع هسه أنا بقالي بس أي أكس تربيع اللي هواني دا أريدها بس المشكلة الأي أكس صارت بيها جذر شون نتخلص من الجذر عن طريق التربيع تربيع الطرفين يجب أن يكون التربيع على طرفين أنا صحيح عدي بس جذر هنا بس أنا من أجذر الطرف الأيمن لازم الأيسر كذلك من تربع الطرف الأيمن ربع الأيسر فالأكس من تربيع رح تصير أكس تربيع وهنا رح يروح الجذر رح يبقالي بس أي أكس تربيع إذن الحد الأول طلع لي أكس تربيع إذن هنا الحد اللي كان مفقود اللي هو الحد الأول طلع أكس تربيع لسه دا يقول لي بعدها حل لي بالتحليل نفتح قوسه عليه تربيع يحملين إشارة الحد الوسط اللي هي موجبة لسه أجذر الحد الأول والحد الأول ما كان موجود عدي أنا طلعت أكس تربيع فأجذر أكس الحد الأخير 16 ينجذر أربعة هذا إذا كان عدي المفقود هو الحد الأول فهذا إحنا لاحظنا من كان المفقود الحد الوسط استخدمنا القانون بي أكس وإذا الأول هم كذلك استخدمنا قانون بي أكس كل حد أعوض القيمة إذا منطيها إليه بالسؤال وإذا ما منطيها ينزل رمز الحد وبعدها استخدم الطريقة اللي هستخدمتها لأجد الحد المفقود بعد ما أجد الحد المفقود يجب أن أحللها طبعا هسه إحنا نخلي الحد المفقود يعني إحنا المفقود إش كان عندنا هذا زائد هاي كان منطيها 8 أكس زائد 16 المفقود كان الحد الأول إحنا طلعناه أكس تربيع فتخليه بالفراغ فصارت عدي الحدودية الحدودية أكس تربيع زائد 2 أكس وهذا من هذا حللته التحليل فتحنا قاوس عليه تربيع حمل إشارة الحد الوسط موجب جذرت الحد الأول أكس وجذرنا الأربعة هو هذا كان ناتج التحليل هذا هو كان ما يخص هذا السؤال اللي هو كان الحد المفقود الأول لسه لو نأخذ سؤال آخر هنا هم نفس الشيء هم داي يقول لي أكتب الحد المفقود أنا جيت هنا لقيت الحد المفقود هو الحد الأخير قلت أي حد هو مفقود أنا أستخدمه من قانون الحد الأوسط هنا هنكتب بي واي لأن المتغير اسمه واي الثنين جذر أي واي تربيع اللي هو الحد الأول اللي داي يحمل لي واي تربيع في الحد الثالث اللي هو سي الحد المطلق هنا عوض قيمة كل حد بي واي هو الحد الوسط اللي هو 14 واي الثنين تنزل هنا أي واي تربيع أقصد بيها الحد الأول اللي داي يحمل واي تربيع اللي هو أصلا من طيق لي واي تربيع الحد الثالث المطلق مجهول إذن رح ينزل الرمز ماتة سي الخطوة البعض هي هس هاي 14 واي تنزل الثنين تنزل اللي يطلع من تحت الجذر طالعة لاحظت الواي تطلع من تحت الجذر لكن السي مجهول إذن أبقيها تحت الجذر مثل ما تعلمنا بالسؤال القبل لديك هنا ثنين واي مضروبة بالسي وهنا 14 بالطرف الآخر زين هسه شنون تتخلص التتري تطلع بسي عدك الاثنين واي نتخلص من عدها عن طريق قسمة الطرفين بالقسمة على اثنين واي حيث أن الواي لا يساوي صفر نعم لأنه مربع الحد دانية لا يساوي صفر هسه هنا الحد الأول نعم لو تيجي هنا راح تلاحظ نحن جقلنا بالقسمة قسمنا على اثنين صار سبعة يساوي جذر سي هنا أنا بعدها راح أربع الطرفين بالتربيع ليش ربعت لين عندي السي بيها جذر أريد أتخلص من عدها فإذن أربع السي وأربع السبعة السبعة تتربع تسعة وأربعين فهنا هسه أنا عندي الحدودية اللي بالسؤال واي تربيع زائد 14 واي زائد هنا أنا زائد الحد الأخير كان مفقود إحنا طلعناه تسعة وأربعين إذن هسه أقدر أحلله لأنه إذا يقول لي بعد ما توجدين الحد المفقود حلليه هم فتحنا قاس وخليت عليه تربيع حمل إشارة الحد الوسط جذرنا الأول واي وجذرنا الأخير سبعة هذا هو كان ناتج التحليل طبعا إحنا هنا سلاحظنا الأسئلة من أي حد كان مفقود عديان استخدمت نفس القانون ونفس الطرق بس عدك من الحد الوسط مفقود هذه أسهل الطرق كلية لأنه هو القانون هو ديحش على الحد الوسط الوسط مفقود عوضت بالطرف الآخر جميع الحدود استخرجتها من تحت الجذر لكن من يكون عندك الأول والأخير مفقود ستسبب لي مشكلة أنه رح يصير المفقود تحت الجذر فهذا المجهول الشون أتخلص من عنده تخلصت من عنده عن طريق التربيع والتربيع يكون للطرفين وليس لطرفين واحد الآن نجي هنا أهم كذلك هذه أحد أسئلة التمارين سؤال من تدرب سؤال رقم أربعين أهم يقول أكتب الحد المفقود هنا أنا لاحظت المفقود هو الوسط الحد الوسط المفقود نستخدم قانون الحد الوسط هنا الحد طبعا هنا هذا AX تربيع وهنا C BX الحد الوسط نزل الثنين ينزل طبعا هنا عادة AX هي الحد الأول بس حسب الترتيب هنا هي مرتبة تصاعديا فأجي أشوف AX يعني معناها الحد يحمل X X تربيع إذن أشوف يا حد يحمل X تربيع لاحظت ال16 فرح أخلي هنا ال16 X تربيع هنا بينما C صارت 5 اللي هو الحد لأن C تعتبر حد مطلق والضرب إبدالي يعني هي ما رح أتأثر إذا بدلتها هنا بس C هو منطين قيمتها منطيها اللي هي 5 إذن رح أنزل قيمة C اللي هي 5 هنا كذلك الرقم اللي يطلع من تحت الجذر انطلع ال16 يطلع 4 X بينما 5 تبقى تحت الجذر لأن ما تطلع من تحت الجذر أجد ناتج الضرب 2 في 4 8 الجذر 5 ما أقدر أضرب بيها لأن تحمل الجذر فرح أخلي هالشكل 8 جذر 5 الحد المفقود اللي هو كان الوساط اللي كان سؤالي 5 ناقص زائد 16 X تربيع فآن استخرجت الحد الأوسط طلعت 8 جذر 5 X بعدها قلنا نحل لا يساوي نفتح قوس على قوس تربيع نزل إشارة الحد الوساط نجذر الأول ونجذر الأخير الأول إذا جذر 5 الخمسة ما تطلع من تحت الجذر فرح تبقى جذر 5 بينما الأخير رح يصير 4 X هذا هو أحد أسئلة التمارين من أسئلة تدرب أهم نفسي كان عندي الحد الوساط هو المفقود وهم كذلك استخدمت لهذا القانون وجدت الحد الوساط بس أهم شي تحليل مالة المربع الكامل بسيطة جدا عن طريق فتح قوس وتخلي عليه تربيع ويحمل إشارة الحد الوساط وتجذر الأول وتجذر الأخير فلا تنسى التحليل مالة المربع الكامل بعد ما تجد الحد المفقود هنا أنا عدي الأسئلة أكتب الحد المفقود بالمقدار ليصبح مربع كامل طبعا هذا من أسئلة اختيار من متعدد إحنا هنا من ينطين اختيارات A, B, C, D ما أقدر أجي مباشرة أختارة لازم أول شي أحله وأعرف الناتج الطلع عدي وأشوفه هو يا اختيار من الاختيارات يلا أحدد فإحنا مثلا نأخذ سؤال أحد الأسئلة اللي هو 36 هاي أسئلة اختيار من متعدد فإحنا هو هم نفس الشي منطيني حد مفقود منطيني حد مفقود الأخير فذي يقول لي اختار الإجابة الصحيحة من الاختيارات فقلنا لازم نحله وبعدين نشوف الاختيار اللي حيطلع ونختار من الاختيارات الموجودة هنا هم نفس الشي الحد المفقود أطلع من قانون البي اكس 2 تحت الجذر الحد الأول في الحد الأخير طبعا الأول احنا قلنا اي اكس تربيع اللي هنان هو رح يكون مجهول لأن مرتبيها هم تصاعديا إذن رح يكون الحد البي اكس اي اكس تربيع صار بالأخير اللي هو ومجهول فهنان البي اكس منو البي اكس هو الحد الأوسط اللي هو منطي 24 اكس الاثنين تنزل هذا الحد مجهول اي اكس تربيع بينما هنان المعلوم هو رح تكون 36 36 نجي للخطوة البعدها الاربعة وعشرين اكس تنزل الثنين ينزل على اثنعاش الطرف الايسر مني تقسم رح يكون رح يكون عندي اربعة وعشرين تقسيم اثنعاش هو اثنين اكس والطرف الاخر هو جذر اي اكس تربيع هذا هو الحد المفقود الخطوة اشوف 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 من اختياراتي يا سؤال من عندهم هو اربعة اكس تربيع انا هذا السؤال اول اختيار هو اي الاي شفته مو الاختيار الصحيح كذلك البي مو الاختيار الصحيح لاحظت انه سي هو صار الاختيار الصحيح فهنا معناها رح يكون اختيارنا الصحيح هو سي فلاحظت بعد ما حليته وطلعت الناتج جيت اختاريت من الاختيارات الموجودة فدائما من عندك اختيارات لا تختار مباشرة الا ما انت تحله وتخلص من حله وبعدها تختار رح ناخذ سؤال اخر هذا السؤال هم كذلك نفس الشي منطيني حد مفقود قلنا تعلمنا الحد المفقود انطلع من قانون بي اكس طبعا هنا ادي اختيارات فرح احل السؤال الاخير هم كذلك انطلع الحد وبعدين اشوف ياهوة من عنده هنا هيصر بي واي اثنين تحت الجذر اي اي واي تربيع في س هم كذلك نعوض قيمة كل حد البي واي هو اربعين واي وعد الاثنين تنزل الحد الاول الحد ادي يحمل واي تربيع اللي هي ستعاش الحد الاول هو ستعاش واي تربيع الحد الاخير س هو الحد المفقود رح ينزل نفس ما هو الاربعين واي بهذا الطرف نزلت الثنين اللي يطلع من تحت الجذر انطلع اللي هو اربعة واي الحد هنا المجهول رح ينزل اطلع ناتج الضرب اثنين فيه اربعة ثمانية واي جذر س وهذا الطرف ينزل كما هو الخطوة البعدها اقسم على ثمانية واي حيث ان واي لا تساوي صفر رح يكون عندي اربعين تقسيم ثمانية خمسة طبعا والواي رح تروح الواي مع الواي تروح لانقسمت انا على واي حتى الواي راحت فبقالي عدي خمسة خمسة يساوي جذر س الخطوة البعدها بالتربيع الطرفين نعم هاي بتربيع الطرفين اذا الخمسة تربع خمسة وعشرين الس رح تكون بدون جذر فاذا لاحظ الاختيارات اي اختيار من الاختيارات الموجودة عدي هو الصحيح لاحظت الاختيار الاول التسعة اذا هو خاطئ الخمسة وعشرين لاحظت الاختيار الصحيح اذا معناها رح اقول له الاختيار هو خمسة وعشرين اللي هو كان الاختيار هو الاختيار الصائب هذا هو ما يسمح به وقت البرنامج الى هنا نأتي الى نهاية درسنا اعزائنا الطلبة نلتقي وإياكم في دروس اخرى في حفظ الله اشتركوا في القناة